نبقى في ذات السياق وأعود لضيفي الكريم هنا في الستوديو دكتور أمير خنفس دكتور كنا قد عرجنا على اجتماع رئيس المعارضة لبيد برؤساء أحزاب معسكره ضمن هذا الاجتماع خرجت أصوات تنادي بإقالة وزير الأمن القومي لبيد وتصريحات أخرى كيف تنظر بداية لهذا الاجتماع لما خرج عنه؟ هل له تأثير في ظل ما يحدث؟ رؤساء الأحزاب المعارضة يريدون أن يحققون من لم يحققه خلال الانتخابات الأخيرة وهو وحدة الصف والآن هم على علم أو يعرفون جيدا بأنه إذا لم يتوحدوا تحت علم واحد كمعارضة جدية فلم يستطيعوا أن يؤثروا على خطوات ليفين وعلى خطوات نتنياهو وهذا واضح جدا وليس صدفة أيضا الآن أصبح أو أخذ يار لبيد كدور قيادة المعارضة أعتقد بأن جانس، ميخائيلي، ليبرمان يفهمون جيدا لا يمكن أن تقدم في المعارضة أمام نتنياهو بأكثر من قيادة واحدة أو بقيادات سياسية من المعارضة هذا الأمر كان أحد الأسباب خسارة معسكر اليسار في الانتخابات الأخيرة وهذه التجربة وهذا ما لا يريدون أن يعيدون عليه هذا أولا ثانيا واضح أيضا بأن يائر لبيد كونه لئيس المعارضة اليوم أمام نتنياهو هو الإنسان الأكثر مناسب لقيادة دور المعارضة أمام نتنياهو وأمام خطوات ليفين في كل ما يتعلق في الريفورما أو إعادة تنظيم أو إعادة تنظيم الجهاز القضائي ولكن الهم من ذلك علينا أن نلاحظ أيضا كيف يحاول نتنياهو أن يتصدى لهذه المعارضة من خلال استعمال جميع وسائل الإعلام ومن خلال تحريضات قوية جدا أيضا اليوم خرج في هذه الرسالة المصورة اليوم خرج في رسالة مصورة تقشعر البدن يعني نتنياهو يتهم كل من يعارضها وكل من يعارض الريفورما في جهاز القضاء وكأنه ضد قانون الدولة وأنه كل من يعارض مثل هذا الأمر هو يتحدى الدولة وأكثر من ذلك كان التصريح أيضا لدودة أم سالم واحد قيادة طبعا عضو الكنيسة دودة أم سالم والذي على ما يبدو سيصبح وزيرا أيضا في وزارة العدل قريبا بأن كل من يتحدى الريفورما سيدخل للسجن طب دكتور تحديدا هذه المصورة خيلي أي وضع إحنا وصلنا من مدى أيضا تصادم والفجوة كبرى الفجوة بين المعسكرين طب نتحدث عن تهديدات وعن أسلوب نتنياهو الذي يعني هو دعنا نقول دائما يذهب في ذات الاتجاه خطاب فيه تعبئة وتحريض هل يؤثر هذا على المحتجين والمتظاهرين؟ أعتقد بأن القسم كبير من المحتجين يعارضين نتنياهو منذ البداية وهذا واضح بأنه في قسم من معسكر المركز واليسار كانوا ضد نتنياهو في الماضي وهذا طبعا اليوم فقط يزيد من تحمسهم لهذه المعارضة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا من خلال هذه التحريضات استطاع نتنياهو مرة والأخرى أن يقسم المجتمع الإسرائيلي ولكن أيضا أن يكتل قسم كبير ما يقارب خمسين بالمئة من المجتمع الإسرائيلي وراءه وخاصة في صفوف المتدينين في صفوف الشرقيين أو المجتمعات الشرقية داخل المجتمع اليهودي والسؤال الذي يطرح نفسه بما أن هذا المجتمع هذا القسم اليوم منقسم بين معارض وموافق مع الريفورمة القضائية إلى أي مدى هذه التحريضات ستطلع بدور إلى الصالحة نعم أتحول الآن إلى الخط الهاتفي وينضم إلينا نائب عن تحالف الجبهة والعربية لتغيير النائب أيمن عودي مساء الخير أستاذ أيمن يعني مظاهرات تعم البلاد اليوم أعداد المتظاهرين فاقت التوقعات كيف تقرأ هذا المشهد الذي خرج من القدس تحديدا وهو مشهد استثنائي بكل المعايير من قبلك الصوت ليس واضح لأيلي لو ممكن تعيد المقبلك النائب أيمن عودي هل تسمعني بشكل واضح الآن؟ نعم نعم أفضل مساء الخير أستاذ أيمن نتحدث عن هذا المشهد الاستثنائي بكل المعايير الذي خرج من القدس اليوم تحديدا أعداد المتظاهرين فاقت التوقعات كيف تقرأ هذا المشهد المتواصل من الاحتجاجات الجماهيرية؟ يوجد اضطراح حقيقي داخل دولة إسرائيل بين اتجاهين وهذا واضح هناك اتجاه من يريد أن يحافظ على إسرائيل الحالية وهناك من يريد أن يمعن في الفاشية هذا هو التلخيص للاضطراح بين المشموعتين ولكن السؤال الأهم هو مكانتنا دورنا ماذا نريد نحن نحن نعيش في مؤسسة عنصرية وليس هدثنا أن تبقى الأمور على حالها بداية الوقت نحن لا نريد أن تصبح أسوأ فأولا نحن جزء من هذا النضال من أجل أن لا تكون أسوأ لأننا أول ضخايا هذا السوء ولكن بالمقابل مع وجود هذه الأزمة الحقيقية المستمرة منذ عدة سنوات هذه فرصة من أجل أن نؤكد على مواقفنا وفي طول ذلك قضية الاحتلال قضية التمييز ضد المواطنين العرب يعني أن نقول لهم هذا بين كبير من وين أجع بين كبير أجع من كريات أربع هذا سموتش من أين أجع أجع من بيت إيل وأجع من نوكاديم أي من الاستصال أي أن الاحتلال هو الذي يعزز الفاشية داخل إسرائيل فهل يجب أن نربط بين هذه القضايا نعم أم لا في رأيي نعم الأمر الآخر أنه واضح أنه لا يمكن الانتصار اليوم على اليمين دون الوزن الكبير للمواطنين العربين السلسطينيين ولكن نحن لا يمكن أن نتحرك حقيقة إلا إذا كان في صلط النقاش ديمقراطي مسألة السلام والمتواء في رأيي هذه الفرصة تاريخية لدينا إمكانية للحديث مع شرائح واسعة خاصة مع وجود ثلاثة عوامل جديدة الأولى الصعود الكهنية والهلع من هذه الكهنية الأمر الثالث غياب حزب ميريك ونسوء فراغ كبير الأمر الثالث الذي تطور بالسروة الأخيرة هو تدوير شرائح واسعة من اليهود الديمقراطيين أنه لا يمكن إجراء التغيير دون وزن المواطنين العربين السلسطينيين لهذا نحن أمام لحظة تاريخية علينا التعامل بجدية ومتابرة وأن المخاطب شرائح واسعة وأن نبدي جسور برأيي نحن أمام فرصة تاريخية ممنوع إبعادها وبما أننا نتحدث عن هذه الفرصة التاريخية النائب أيمن عودي هل باعتقادك النقطة التي وصلت إليها البلاد اليوم في هذه الاحتجاجات وربما هذا الشرخ الواضح هل هناك عودة من هذه النقطة أم أن الأمور ستذهب إلى تصعيد إضافي؟ الأزمة ستبقى وستتعزز لا شك أنها ترتكز كثيرا على شخصية نتنياهو يعني في حالة قبوط نتنياهو عن المطرح واضح أن اليمين يحصل على 75 عضو كناسة متجانب فالأزمة مرتبطة إلى حد كبير أيضا شخصية نتنياهو ولكن أقول أنه حتى لو حلت مؤقتا ستتعقد بجديد يعني هناك القضايا المركزية التي فعلا تعاني من هذه الدولة كل هذه الحلول من القفين من الضرطين لن تجدي نفعل هناك قضايا أكثر مركزية يعني مثلا نحن لما نحك عن ديمقراطي فالدولة إسرائيل من 48 لليوم تدير حكما عسكرية من 48 إلى 66 ضدنا نحن المواطنين العرب الفلسطينيين ومن 67 لليوم ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والكتشافية دولة تدير حكما عسكرية من 48 لليوم هل ممكن أن تسمى ديمقراطية تجاه على الأقل هذه المجموعة وطبعا عموما بالتأكيد لا لهذا فأنا أقول أنه طرحنا هالقد قوي هالقد الصحيح والدولة موجودة بأزمة حقيقية وفيه خوف حقيقي من صعود الكهنية وفيه اختفاء لحزب ميرس وفيه قناع أنه لا يمكن بدوننا نحن إلى جانب الأزمة أمام فرصة تاريخية علينا العمل بمتابرة بشدية من أجل أن نبني جسور ونبني معذكر كبير اللي يؤكد على قضيانا بسلدها قضيتي السلام والمتوى جزيلة شكر لك على هذه المداخلة نائب عن تحالف الجبهة والعربية للتغيير الأستاذ أيمن عودي شكرا جزيلا أعود لدكتور أمير يعني كنا قد تحدثنا عن هذه التظاهرات والمشاركين فيها ربما أريد أن أسأل دكتور عن المواطن الإسرائيلي الذي يرى اليوم هذه المشاهد من الكنيسة من الاحتجاجات من المدن المختلفة وأيضا ربما يعي أن الدولة تشهد بأزمة غير مسبوقة وحالة من التفكك ما هي خطورة دكتور هذا الشعور العام وكيف يؤثر على الرأي العام الإسرائيلي ربما الذي لا يشارك حتى اليوم في الاحتجاجات صحيح أعتقد أن اليوم المجتمع الإسرائيلي منقسم إلى قسمين على جميع المستويات والمخاوف الأكبر في هذا المدمار هو طبعا في كل ما يتعلق أيضا في قضية الجيش وهذا موضوع حساس جدا على مستوى الإسرائيلي ومستوى دولة إسرائيل وليس صدفة بأن بوجي هيرتس أو كرئيس الدولة ذكر هذا الموضوع مرتين خلال خطابه في الأمس أيضا قضية المخاوف من استغلال ما يسمى على يد الإسرائيل بالعدو الخارجي وهذا طبعا موضوع الذي ذكر فواضح بأنه هناك العديد 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 من المجموعات والمنظمات والدول وتتابع هذا الإنقسام داخل المستوى الإسرائيلي للمرة الأولى الرئيس الولايات المتحدة جون بايدن يتحدث عن الموضوع بشكل واضح من خلال تصريح لواشنطن بوست اللي بيحكي فيه على أبعاد الخطة القضائية التي يطرحها ليفين على علاقات إسرائيل الولايات المتحدة مستقبليا ولكن طبعا بايدن ورئيس الولايات المتحدة ولا ربما العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة حتى الآن هي علاقات وطيضة ولكن واضح بأنه جميعا نعلم أين موجودة دولة إسرائيل على الخارطة العالمية جميعا نعلم بأنه لدولة إسرائيل كثير من دول المعادية ولكن واضح أيضا بأن المجتمع الإسرائيلي اليوم منقسم حول هذا الموضوع بشكل حد جزيلا شكر لك على حضورك وعلى هذه المعلومات والتحليل أيضا المختص في العلاقات الدولية دكتور أمير خنافس شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا